السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا عليكم كاملين كيف وعدتكم؟ بسرعة جديدة الفيسبوك قلت لكم الوصفة لزيادة الوزن وزوينا بثاف نتيجة الوصفة سهلة واقتصادية ومفيدة بثاف حتى الناس الذين يعانون من فقر الدم ومفيدة لهم يأخذوها حتى المكونات اللي فيها مفيدة لا نطول لكم لكي نرى طريقة الاستعمال كيف ترون معي المقادير نحتاج الزنجلان نحمره ونحمره لا نطحنه نحتاج الزبيب لديكم الزبيب البيض هذا الزبيب نجعله ليلة كاملة مرقد في الماء أو الحليب ونستعمله كيف ترون معي نحتاج العسل الحر لما لدي العسل الحر تستطيع تضيع العسل العادي أو العسل التمر نحن نريكم إن شاء الله الفيديو كطريقة الاستعمال كيف نخرج العسل نحتاج الزبعات الحبات وكاس كبير كاس أو كاسونس نحتاج جوج معالق نضيف كاس حليب أو كاسونس نضيف مولينكس نقوم بزنجلان ونحتاج الزبيب حليب نرى نضيف مولينكس يضيف مولينكس لنقوم بزنجلان نضيف مولينكس نضيف مولينكس ثم نضيف العسل مع القبب 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 نضيف العسل مع القبب كيف سوف أضع هذه الوصفة كيف ترون معي العصر ها هو وجد نضعه في الكاس هذا نأخذه في الصباح وفي الليل نأخذه في الصباح على الرق وفي الليل من يريدون الناس هذا العصر يزوين بثاف كيف ينفخ البلايس كيف ينفخ البلايس وهذا تمر معمر بالجنجلان الذي أعطيتكم في الصباح ها هو كيجيغزال وزوين ها هو العصر موجود نتمنى تكون طريقة الاستعمال سهلة بثاف ووصلت لكم طريقة باحسن باحسن شكل نتلاقوا ان شاء الله في الوصفة الجاية وشكرا لكم بثاف وإلى اللقاء اشتركوا في القناة